اشتركوا في القناة ادانا زعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا ابراهيم البكاي ما وصفها حالات اعتقال تعسفي قال انها طالت ساسة ومعارضين خلال الايام الاخيرة واضافه للبكاي في بيان صادر عنه ان ظروف الاعتقالات اكتنفها خرق فاضح للمصادر القضائية واصفا الوضع الحقوقي الموريتاني بالمتدهور داعيا الى الافراج عن كل المعتقلين الذين لا توجد ادلة ادانة في حقهم وقعت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية والاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية لتنمية على اتفاقيتين منحة متعلقتين بتمويل برنامج دعم الاستثمارات الانتاجية في مجال طاقة في موريتانيا من اجل تنمية مستديمة في المناطق الرفية وتم التعبئة التمويل الذي تبلغ قيمته 12 مليون يورو اي ما يناهز 500 مليون اوقية جديدة ضمن تحالف الساحل لفائدة برنامج دعم الاستثمارات الانتاجية في مجال الطاقة من اجل تنمية مستديمة للمناطق الرفية يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرة وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة التاسعة نشرة اخبارية بحول الله دمتم في امانه اشتركوا في القناة